نفذت المؤسسة الطبية الميدانية عملية توزيع المعدات لصيادي جمعية خليج رامبو بمدرية التواهي الذي يأتي ضمن مشروع إعادة مناء قدرات الصيادين وبدعم من منظمة الأغذية العالمية الذي يستادف 420 صيادا منهم 216 من صيادي جمعية خليج رامبو بمدرية التواهي بالإضافة إلى 204 من صيادي جمعية الدلفين بمدرية الشيخ عثمان وأوضح حسين بن يحيى ضابط المشروع أن عملية التوزيع قد سبقتها أعمال التدريب لصيادي جمعية رامبو بالتواهي وصيادي جمعية الدلفين بمدرية الشيخ عثمان ذلك في مجال استخدام جهاز كاشف الأسماك كما تم تدريب الصيادين على التداول السمكي وصيانة المحركات البحرية والفيبر جلاس لحفظ الأسماك وحياكة الشباك وأشهد بدعم نظمة الأغذية العالمية وجهود فريق المؤسسة الطبية الميدانية في تنفيذ مشروع بناء قدرات الصيادين